السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واهلا بكم متابعيني الاعزاء في قناة ناني لايف معكم احنان علي مدربة تطوير الزات والوعي بحثة في العلاقات الروحية. انا ويهل لحبك كراءات خاصة او استشارات موجود حساب الانستجرام او الواتساب في تعليق مسبت اسفل الاوديو. هنتكلم النهاردة عن طاقة توائم الشغلة في ديسمبر ان شاء الله عشرين تلاتة وعشرين. ديسمبر هو شهر الاسرار الخافية اللي هتكشف نفسها ليكم. طب يا ترى هل الاسرار الخافية دي ايجابية او ان شاء الله ايجابية. ربنا سبحانه وتعالى وتكون سمع صلواتكم ودعائكم واخيرا ان شاء الله هتقدروا تحصدوا اللي زرعتوه في الفترة الماضية. التقاط اللي هتحس بنفسها انها عالقة في مكانها هتبتدي تنطلق. والألم من الماضي ومشاكل التخلي هتبتدي تتشافى في الشهر ده ان شاء الله. على الرغم من ان احنا بنشوف كتير ان عملية عملية الشفاق بتكون بطيئة شوية ولكن بالفعل هو بدأ وبيحدث حاليا. في نقطة تحول هيلة في حركة الارتباط ما بينكو وما بين الطاقات عموما اللي بتبتدي. يعني بتبس ليكم حاليا نور وطاقة جميلة جدا. طاقة رائعة طاقة من الوفرة. كمان عايز اقول لكم ان ديسمبر هو الشهر اللي هيكون فيه اتصالك مباشر على وشك الزروة. هو شهر المكاسب والمتعة الجسدية. وكمان من المتوقع حدوث تحول كامل في الاحداث. الشهر ده هيكون زي الاشهر السابقة بس لكن هيكون النطاقة البدر فيه هتفتح قناة ضخمة جدا من البوابات والحظ والوفرة لصالحكم بكل بساطة وسهولة ويسر. كمان شكرة القلب هتبتدي تتعافى والانوسة الداخلية كمان هتبتدي ترتفع. الانوسة الداخلية هتاخد مركز الصدارة. كمان هتكون استغرقت وقت علشان تبتدي تظهر فيه ولكن في الفعل في شهر ديسمبر هتكون وصلت اخيرا وتبتدي في الظهور. هتلاقي كتير من التوائم بيحاولوا يتواصلوا معاكم. وهيكون التواصل روحي او مادي. كتير هيلاقي ارقام زي مثلا واحد اتنين اتنين واحد او تلت تلاتات او تلت سبعات او اربع وحايد 11 11 او تلت وحايد. دي ممكن تشوفها الفراشات زي ما قلنا. الفراشات البيضة. الريش الابيض. الطيور الزرقه ممكن برضو. طيور جميلة. هتبتدي دلوقتي تكون بيكفأك وهيبتدي يديك الارشادات دي. عايزة اقولكو كمان ان احنا في نهاية نوفمبر كانت في ولادة جديدة وتجديد حديث ليكو جميعا. كان في استيقاظ بعد فترة قصيرة كانت من النوم والارهاق في الفترة اللي فاتت. كمان عندكم رغبات ممكن تكون ما كانتش بتتحقق في الفترة اللي فاتت ولكن هتتحقق في الايام اللي جاية المقبلة ان شاء الله. عليكم كمان الشغل في التوقيت ده على آآ فتح شكرة الحلق في آآ وتركزوا عليها كويس جدا. وركزوا كمان القوة على التواصل مع الاشخاص حوالين منكم. كمان في ناس من الماضي ممكن يزغروا ليكم. ممكن تشعروا بالرغبة في ان انتو آآ ممكن آآ يزغروا ليكو عشان عمل او حاجة. ممكن تشعروا في الرغبة في ان انتو عايزين تشتغلوا معاهم او ربما ان انتو ممكن كمان تمنحوهم فرصة للتواصل تاني مع منظور جديد. آآ تبتدوا تنصقوا العلاقة من اول وجديد. عموما في ناس رجعلكو من الماضي. بعد التقاط الانسوية بتحاول دلوقتي آآ تسحب طاقتها للخلف وتاخد بعد المساحة عشان تقدر تتوازن وتوازن طاقتها. حاولوا تتواصلوا مع ذاتكم العليا وناموا وقت ما يحتاج جسمكو للراحة وان هو ينام. ناموا بمنتهى الثلاثة واليسر استرخاء مهم جدا. لما تحس ان جسمك عايز يرتاح ارتاح. لان اثناء النوم ده بيتم تحول طاقي وبيكون ثلث. عايز اقول برضو لطوام الشوالة كمطاردين او هاربين او مطاردات وهاربات. عايز اقول لك على حاجة. حاولوا ان انتو تفهموا كويس ده سبب كبير جدا لانفصالكم عن بعد. وده طبعا نظرا لانكم مجربتوش ابدا الحب الحقيقي او الالتزام بيه. فعشان كده كنتوا انتو اللي اتنين سواء انت وتوأمك او انتي وتوأمك كنتوا للاسف بتجذبوا على انفسكم. كنتوا مدمنين على الكذب على انفسكم. لازم تعرف كويس جدا كتوأم ان انت في اي وقت بتشعر بي او بانك توأم شوالة بتبتدي تظهر عندك كده سلسلة من الافكار المبنية على الاكاذيب والمحفزات. طبعا ده من خلال الايجو يعني فلازم تنظر اليها ولازم تفكر فيها كويس جدا. من الدروري كمان ان انت تتذكر ان كل شخص بتعرفه بيفكر فيك. لذلك انت كتوأم محتاج ان انت تطور عندك التمييز شوية فيما يتعلق به والاختيار بحكمة. زي الاختيار مثلا بان ايه هو اللي بيقودك دلوقتي. واتمنى ان اللي يقودك يقودك الى الله عز وجل. لان من غير طريقك الى الله بتتوه في الرحلة دي. يعني لو كذبت على نفسك وقلت هو كده توقم شوالتي فكده كده انا ها اوكي انا معاه فكده كده انا هتحد معاه. كلام ده كله انت بتجذب بتجذب على نفسك يعني. مش هينفعلا يزم التوجه. هليك التوجه الى الله عز وجل. لان انتو اللي اتنين لما بتبعدوا عن ربنا بيبتدي توسع ما بينكم الفجوة. بتبتدي تتبعدوا انتو اللي اتنين كتوأم شو على. كل ما بتقربوا ربنا كل واحد منكم. كل ما بيقرب الى الله عز وجل. كل ما بيلاقي نفسه الوصل او هيوصل للاتحاد بكل سهولة ويسر. فعليك ان انت تتوجه الى الله عشان تقدر تحب توقمك الشوالة. بكل وضوح بدون اي كذب. لان مفيش كذب بشأن هويتك نهائي. بما في ذلك كمان التفاعل مع الماتريكس. يجب عليك ان انت ترفض التفاعل مع السلوك القائم على الالم وعلى بيانات الاتحاد الحادة. يعني ارفض الحاجات اللي انت اتبرمقت عليها. للأسف كلها مؤلمة. وكلها بتسبب لك القلم. اخرج برا الماتريكس. كتير منكم كمان في الوقت الحالي ممكن يشعر بالاتراب بكارمي. وده ممكن يأثر على شكرة الحال الخاصة بيكم. عندكم كمان بالنسبة للتوائم. الزاكرة كاذبة المؤلمة هتبتدي اللي هي اتجاه الحب عموما هتتم ازالتها. وده هيكون بشكل جماعي للتوائم عموما. يعني في عملية شفاء كده من الكذب الكذب من اجل الحب. وده طبعا شيء انتو عملتوه موجود في ماضيكم عموما. عشان كده حنلوقت دلوقتي اللي ازالته. وتطهيره والشفاء منه. هتشعروا دلوقتي انت وتوائمك او انت وتوائمك بالارتباط الشديد بالحب وخاصة الالتزام. هتتواصلوا كمان بعمقه جديد جدا وبشكل جيد جدا في الفايف دي. كمان كتير منكم هيشعروا بالحب والاحتواء وهيحسوا ان توائمهم او توائمتهم بتحتضنوا في الوقت الحالي. حتى لو ده ما بيتحققش في البعد التالت. ولكن هو بالفعل بيتحقق الحب والحماية من قبل توائمكو بتحسوا بيهم في التوقيت ده. اعرفوا كويس جدا ان توائمكم بيحبوكو بشدة وبيحموكو كمان بشدة وبيعتنوا بيكو رغم ان هما ممكن ما يخبروكوش بدا. ولكن انت بتلمسو او بتستشعروا طقيا او بتتواصل معاه روحيا وبتبقى فاهم النقطة دي او عن طريق الرؤى والاحلام. بيتم تطهير دلوقتي الاعضاء التناسلية بيتم تطهير الشكرة العجز المسؤولة عن الجنس. وده طبعا نتيجة الشركاء السابقين الكرميين او السمين اللي كانوا بيمنعوكم من الارتباط او من الاتحاد لان كل دي طبعا طاقات موجودة للأسف بتأثر عليكم بتخلي طاقة الاتحاد او الاتحاد عموما بيكون بعيد عنكم او بتتبعدوا عنه بسبب كل ده. فدلوقتي هيبتدي كل ده يزال ان شاء الله كل المشاعر المؤلمة كل الاكاذيب في ماضيك كلها بتبتدي تطهر في الوقت الحالي. عايز اقولكو كمان ان انتو لازم تتذكروا ان انتو اللي اخترتوا كل شيء اخترتوا بلدكو اخترتوا عائلتكو اخترتوا اسمعكم اخترتوا كل حاجة اخترتوا اتصالاتكم الروحية اللي وافقتوا عليها باردتكم الحرة ودلوقتي بيتم تنفيذ كل شيء وفق كل التصميم اللي انتو وصممتوه كان خاص بكم. الشريك ده بيقزيك او بيقزي احد والديك مثلا او او الشركة اللي هما مثلا معاكو كعائلتكو بيقزوكو كل دي النفوس دي كلها انتو وافقتوا عليها علشان مساعدتكو في الحياة دي والسبب واحد فقط لغير. اي حد اذاكو في هذه الحياة كل ده لسبب وهو الصعود. صعودك بمجرد انك تبدأ في روية حياتك من منظور اعلى هيكون من الاسهل بكتير انك تفهم سبب حدوث الاشياء دلوقتي وهيأتي التسامح بشكل اسرع اسرع بكتير من مكان المعرفة. فعليك ان انت لازم تبقى فاهم كويس جدا ان انت اللي اخترت كل شيء وانت اللي اخترت توقامك وانت اللي اخترت كل اتصالاتك الروحية دي واخترت كمان ان انت تسمعني في هذه الرحلة. تمام? فدي هتريحكو ودي هتخليكو تقدروا تطلقوا طاقة التسامح بكل سهولة ويسر. خد بالك كمان ان طاقة التسامح دي هتسهل عليك رحلتك تماما. يعني حاولوا ان انتوا تفهموا انها تسهل عليكم الرحلة. رحلة الصعود. ووصولك كمان للاتحاد مع توقم شعالتك. فما عليك دلوقتي غير التقبل والتسليم. الا الله عز وجل. بالنسبة الاعراض اللي ممكن تقابلكم. ممكن تحسوا في التوقيت ده بزيادة درابات القلب او خفقان القلب بطريقة اللي هو هبوط ضغط عالي او ضغط واطي. اه ممكن كمان تحسوا بالحصار على دماغكم. هتحسوا كده ان انتوا في ثقل على دماغكم. البعض منكم ممكن يحس بزيادة الاعراض الجسدية دي. وممكن البعض الاخر تكون اختفت عنده. ولكن فيه ناس منكم معظمهم يعني عندهم التقاط دي بتكون مكسفة بسبب ترددها الاهتزازي والكسافة. ممكن تحسوا كده بعواطف سلبية شوية. كمان الاعراض اللي انا هقولها دي مش شرط الكل تكون بتنطبق عليه زي ما قلت ولكن البعض منكم. اه ممكن تعتقدوا كده ان انتوا هتندوكو دوار احساس بانك متخضر انك تاية او انك بابعاد تانية متوازية او او انك متوتر. بتحس كده بقلام برضو جسدية بس وقلام في الراس. كمان الاحساس بتكون مضاعفة في عنق الرحم في الوقت ده. اه تانيني الاوزن او اه سفارة الاوزن زي ما بيقولوا. عندكم كمان اه تحسوا كده بحساسية في العين او تهيق في منطقة العين. في صعوبة في تركيز الرؤية حساسية للدوق حساسية اه بتترقم على الضقيق. تمام? حرقة في المعدة او الالتهاب او عسر الهضم. طبعا الاعراض دي لو زادت اكتر من يومين ثلاثة لابد من زيارة الطبيب طبعا. وزا كنت انت اساسا مريض قلب او سكر لابد من زيارة الطبيب. لا تغني عن ان احنا بنقول الطاقة عن زيارة الطبيب. عندكم البعض برضو هيحس بالحادثة عنده قوي جدا. اه البعض هيحس بضغط والام في الجسم جديدة شوية. اه هيكون فيه تخاطر وتعاطف عن بعد وتعيش كده في الحب اللهم مشروط. كتير منكم هيحس بتنزلات معلومات جديدة ومزمنة. تزامن هيتلاقي الارقام كتير زي ما قلت لكم في البداية. في زيادة طفيفة كده في التوتر. هتحاولوا ان انتو هتلاقوا فيه قلق هتلاقوا فيه توتر. حاولوا ان انتو تناموا علشان الامور تخلص بسهولة ويسر. ممكن كمان يبقى فيه مشكلة شوية في البول. ممكن كمان تواجهوا مشكلة شوية في قلم ناحية الكلا. ممكن كمان بعض النساء هتلاقي نفسها بتتخنق او بتضيق صدرها كده من من حملات الصدر مثلا اثناء ما بتلبسها. حاولوا ان انتو تخففوا الحاجات دي. يعني ما لاشوا لزوم خلص في التوقيت ده دلوقتي. على الاقل اول اسبوع من ديسمبر. عموما لازم تعرفوا بغض النظر بقى عن الاعراض دي كلها الفيزيائية. لكن انتو بتعيشوا تجربة جماعية جميلة جدا زي ما تكونوا كده بتطيروا. كمان البعض منكم هيحس ان هو عايش في مكان او زمان غير الزمان اللي هو عايش فيه. او هتحس ان انت عايش ما بين عالمين. ما بين عالم الفايف دي والسري دي. هتحس كمان ان انت عايش في مكان تاني. مش في العالم ده. ممكن البعض يحس ان هو تايه. مش في المكان ده خالص. وبالفعل مش هيبقى عارف هو فين. يعني هو مش هيدرك او مش هيبقى فاهم بس هيحاسس انه تايه. كتير منكم ممكن يكون اتمسح مش اقول اتمسح زهاكرته وزهايمر. لا. ممكن يكون ناسي كتير حاجات من الماضي دلوقتي. تمام? كمان لكم الباطن بيحاول ان هو يرجع لكم حاجات من الماضي. سواء عن طريق الاحلام او احداث بيحاول بقدر المستطاع انه يرجع لكم حاجات من الماضي. وانه يذكرك بيها. بيحاول يوجهك للعودة الى الوراء. ولكن مش هيقدر. انت كتير منكم اساسا بيقوم ناسي الاحلام بتاعته. وخاصة هتلاقوا كلها معظمها هتكون احلام من اشخاص من الماضي. هتلاقي نفسكم ناسينها. مش هادرين تتذكروها. هتلاقوا كده نفسكم ان انتو كان الامر بالنسبة لكم. هو ان انتو بطبيعة الحال وبدون جهدها هتبقوا في الحاضر بتاعكم. وليس الماضي. وليس المستقبل كمان. الفترة دي زي ما قلت لكم هتلاقوا من المحتمل ان يكون عندكم احلام متعلقة بماضيكم. عشان يتم الانتهاء بيها. واغلاء القصص دي تتغلق تماما. والتجارب اللي انتو كنتم حاصرين بيها وما تمش حلها او ما تمش شفاقها في عقلكم الباطن. حاولوا ان انتو ما تخافوش ما ترتبكوش. هو يبدو الامر كده. وكأن ان العقل الباطن بيحاول يوصل للماضي. بيحارب علشان يوصل كل الماضي. لكن كل ده بيكون تطهير وشفاء. هتحسوا كده ان البعض منكم هيحس كده ان عقله بيحاول يتذكر ويخطط ولكن معطل شوية. او ان هو بيفتقد الاهتمام بالبقاء في الماضي او الرغبة في السيطرة على المستقبل. مالش هو في شوية كده لبان شوية بس يعني متى الا اوش كله هيعدي. على فكرة الموضوع ده احنا مرينا به في خلال الست سنوات اللي فاتت دي مرينا به بس الفترة قصيرة جدا وما كناش مدركينه. ولكن دلوقتي بيعد التطهير ودي حاجة كويسة يعني ان بتعمل لنا update عن الماضي ده دي حاجة كويسة. ان احنا نعمل دليت خالص وانشيل الماضي المؤلم والحاجات دي دي كلها تطهير وشفاء ليكم. كتير من كم هيلاقي كمية معلومات بيتم تنزلها لي او اشارات او احلام حية او الحادثة هيكون عالي زي ما قطركم. التخاطر هيكون عالي جدا جدا في الفترة دي. خليكم صابورين شوية استقبلوا التقاط بكل سهولة ويسر. خليك صبور على كمان اللي بيحدث في جسدك المادي. وامل اللي بيخبرك بيه حادثك. يعني اللي بيخبرك بيه وبتحسي بيه في حادثك اعملوا لان ده هيساعدك على الحفاظ على التوازن. حاولوا كمان ان انتو تتأملوا كتير. استحموا بمية وملحهم والغاية كتير. اشربوا مية كتير. كلوا خضراء وفواكه كتير في الفترة دي. حاولوا بقدر الامكان تبعدوا عن اللحوم الحمرة استبدلوها بالحوم بيضة. كمان عايز اقول لكم بالنسبة آآ طاقيا بعض العلماء بيحذروا من ان الشمس هتصل الى الحد الاقصى للطاقة الشمسية في عام عشرين اربعة وعشرين ويمكن ان تنتج توهجات شمسية رهيبة. عموما ندعو الله ان ربنا يسترها ان شاء الله في عام عشرين اربعة وعشرين والايام المقبلة جميعا. نسبة لعمال النور في آآ دفعة جديدة جدا من الطاقات الحديثة ودي لتقييم الجوانب المختلفة سواء للذكورة اللي بتحيط بينا او الموجودة داخلنا. النظرا لان نطاقات آآ الانوسة الالهية والمذاكر الالهي داخل كل واحد منكم. من الدروري جدا الحفاظ على التوازن بينهم ورفض اي قدمات من التخلي عن الذات. عليكم رؤية آآ اي شيء دور للذكورة او الذكورة المشوهة لتمديد جراح الذكورة في داخلكم وتفكيك اي كراهية داخلية للنساء في حياتكم. اجتمال الامر ده اللي فات. الهمنا كلنا باحتضان الطاقة الزكورية الالهية الاصيلة. واعطاء الاولوية للرعاية الزاتية. وانهاء كمان اهمال الزات وتعزيز الكمال بالنسبة للكسرين. دلوقتي انتو ادركتوا اهمية توفير المساحة لأولئك الذين يسكون بكم. لازم تعلموا دلوقتي ان انتو بتاخدوا دعم وان انتو الدعم ده بتستحقوه بالفعل. الطريقة علشان تقدر تمشيء الى الامام بيتطلب منك انك تعترف بجميع جوانب المذكر واعادة تنظيمها من الخارج. وعدم الخوف من الظهور لانفسكم كمذكر الهي. وتوقفوا يعني ما فيش بقى التخلي عن الزات. يعني كفاية كده يكفي تخلي عن ذاتكم. بالنسبة للتحديث الطاقي بالنسبة النهاردة للمؤنس الالهي. المؤنس الالهي بيطلب منك كمطارد بيطلب منك الاستمرار في سقي نباتاتك. على رغم من انه يمكنك رؤية نتائج ما كنت تعمل عليه. ولكن لا يتعلق الامر بانشاء شيء ما او تركه. بل بيتعلق بالمحافظة عليه. بيقولك ان انت بتفتكر الى توازن نوعا ما عندما يتعلق الامر بالحفاظ على اتصاق الدورة. وبعدكم على وشك لتحقيق النصر عليه. فلا تستسلموا. ان شاء الله النصر قريب. سيكون هناك حكم سيصدره تكون قريبا جدا. وهو ما سيحدث حاليا من العبء الكبير والعمل الشاك. الرحلة بتستحق العناق والاتحاد كمان بيستحق العناق اللي انت بتقوم به كمطارد. اما بالنسبة للمذكر الالهي. بيقول توقمته حاليا ارى انك تقوم باختيار. هناك شيء اتخذت قرارا به اخيرا. واتخذت هذا القرار من خلال درس قاسي. ولكني ارى انك خرقتي من علية الضحية. او حيث كنت في نهج متكامل موجه نحو المشكلة. ان انت كمان بتحركي عربيتك دلوقتي في اتجاه بيتعين عليك اتخاذ قرار من قلبك ومش من عقلك. وبيقولك كمان ان هو شايف ان ده بالفعل انت بتديتي تعمليه. اشعر ايضا انه سيتم اختبارك من قبل الكون بطريقة صعبة للغاية فقط لمعرفة مدى استعدادك. خدوا بالكو كمان ان احنا بننتقل بعض الطاقات العالية خلال الايام القليلة القادمة. اه يعني اليوم عندنا الزهرة بتتماشى مع عقدة القدر الجنوبية في برج الميزان. ودي عاملة محاذاة ضخمة للعلاقات. يعني وقت رائع للاستفادة من طاقات المجرة دلوقتي. قموا بعملات الشفاء والتفاعلات دلوقتي النهاردة. يعني ممكن تستخدموا النهاردة اه التشافي بقى بالنسبة للشقرات التوازن التوازن الطاقة الانسوية والذكورية. ابتدوا دلوقتي ان انتوا سمعوا ترددات كتيرة وتأملوا. بالنسبة للطاقة الانسوية كمان الداخلية بتشتغل على سحب طاقتها للخلف دلوقتي وبتاخد بعض المساحة عشان تقدر تقوم بتوازن طاقتها. تمام? كده كنت خلصت طاقة محبة وسلام للجميع. اتمنى منكم ما تنسوش الشير عشان يوصل لاجبر عدد ممكن من المشاهدين ويقدروا يستفيدوا منه. السلام عليكم.